أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصراط ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنسل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقض نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبسرون سم بكم عمي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعق حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البعض يخطف أبسارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قابوا ولو شاء الله لذهب بثمعهم وأبسارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنبادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فابتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا متلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين يوقدون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السناء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أدا واستقبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكنات وزوجك الجنة وكنا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأنزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع ملاحين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإنا ياتينكم مني هدى فمن تبع هداية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بأهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وابتعوا مع الراكدين أتامرون الناس بالذر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة لله على الخاشعين الذين يدلون أنهم ملاكوا ربهم وأنهم إليهم واجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وانتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبلاءكم ويستحجون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم الغرة فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين لئمة ثم اتختموا العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عثونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا تئنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتموا أنفسكم باتخادكم الإجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى مرواها جارة فأخذتكم السائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رددا ودخلوا الباب سزدا وقولوا حطة يغفر لكم حطايكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ فتسقى موسى لقومه فقل نضرب عصا كالحجر فانفجرت منه اثنت عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك نخرش لنا لما تنبت الأرض من دقلها من دقلها وقفائها وصومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أبناد الذي هو طير اهبطوا مصرا فإن لكم ما فألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغضل من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عثوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا قدنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعض ذلك فلولا تدر الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قربة خاسئين فجعلناها نكالا لنا بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركموا أن تبدحوا بقرة قالوا أن تتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادعو لنا ربك يبين لنا لاهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا باتوا مرون قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرب مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فذارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه لنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغاثل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان قريء منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أعقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تاقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تماما قليلا فويل لهم مما كتبتي بيهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تنفسنا النار إلا أيانا معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلب الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من فتبتيئة وأخاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا حدنا نتاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين أحسانا وبالقربى واليتامى والنساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتم واردون وإذا قدنا نتاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ذياركم ثم أقربتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون طريقا منكم من ذيارهم فالظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن ياتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وضى الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعضه بالرسل وآتينا إيسى بن مريم البينات وأيبناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما ما تهوى أنفسكم استكبرتم فطريقا كذبتم وطريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بغفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عركوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بيتم اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغي لن ينزل الله من قبله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب ولن كافرين عذاب مهين وإذا قيل له آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما لعهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم وساد البينات ثم اتخذتموا الإجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا قدنا نتاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بقفرهم قل بيك ما يعمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صابقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرس الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو دم زحزعه من العذاب أن يعمر والله بطير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله عليه قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين ولقد اندرنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاتقون أو كلما عاهدوا أهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فريق من الذين يؤوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما قطن سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب نهاروت وماروت وما يعلمان من هد حتى يقولا إننا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من حدن الله بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولذيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسنعوا وللكافرين عذاب نليم ما يود الذين كفروا من أهد الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يخفص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننفع من آية من سهانات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واسفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانه ذلوا نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين جلالا نسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليفود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم الغيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن ظلم ممنع نتاجد الله أن يذكر فيها اسمه وتعافي خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في باكلة عذاب عظيم ومن الله المشرق والمغرب فأين ما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتحد الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل لهم قانتون بذير السماوات والأرض وإذا قضوا أمرا فإن لا يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بيّن ملايات القوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعض الذي جاءك من العلم لا لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يقفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إناما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من نقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا من وارزق أهله من الطمرات منامن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن فطر فأمثعه قليلا ثم أبطره إلى عذاب النار وبيس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السنيع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وثب علينا إنك أنت الجواب الرحيم ربنا وبعد فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والفكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ويقد اثقيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استطى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لدنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونهود لو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيسا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونسفاق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي أون من ربهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكسيكهم الله وهو السميع العليم صدغة الله ومن أحسن من الله صدغة ونحن له معابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولتطاق كانوا هودن ونصارا ولا أنتم أعلم أم الله وما نظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغاهل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من النات ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى سراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويقول الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت فكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليديع إيمانكم إن الله بالناس لرعوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك عبلة تردها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وزوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغادل عما يعملون ولئن كيت الذين أردوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض وما أنت وما أنت وما أنت من العلم إنك إذن لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبلاءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممتنين ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافد عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لي لا يكون لله عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهددون كما أرسلنا فيكم ركولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إلا الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل حياء ولكن لا تشعرون ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأبوال والأنفس والكمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راشعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهددون إن الصطا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناه عليه أن يطوف بهنا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالدين فيها لا يقفت عنهم العذاب ولا ينظرون وإله هو إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والكلك الذي تجريه البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيى به الأرض بعد موتها به الأرض بعد موتها وبت فيها من كل ذابة وتصريح الرياح والسحاب المصفر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعطيون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ فبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لون لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا يطيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء أنا أولو كان آباء هم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين تقروا كمثل الذي ينعق بنا لا يسمع إلا دعاء ومداء ثم بكم عمي فهم لا يغضلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما نزق لكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إن ما حرم عليكم ليس تودم ولحم الخنزير وما أهل به غير الله فمن تقر غير باغ ولا عاد فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنذر الله من الكتاب ويشترون به تمنا قليلا به تمنا قليلا ماء كما يأكلون في بطونهم إن المعر ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أثرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد ليس البر أنت ولوا وجوهكم قبل المشرع والمغرب ولكن البر منامن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وهات البال على حبه ذو القربا واليتاما والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآهات الزكاة والموفون معهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأزاء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والنسى بالنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتداء بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تغتيف من ربكم ورحمه فمن اعتبى بعد ذلك فله عذاب نمين ولكم في انقصعة حياة يا أولي الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن سرك خيرا الغصية للوالدين والقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فلنقات من موسي جنفا وثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن فمن كان منكم مريد على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه في دية طال مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن فسرموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهرة اليسمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمن العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا فألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدائي إذا دعام فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أهل لكم ليلة الصيام الرفق إلى نسائكم هن بداس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تحتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لضيض من الخيط نسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاتفون في المساجد في البحجود الوار فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباقي وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن له الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس الذر بأنت في البيوت من ظهورها ولكن الذر من اتقوا واتوا البيوت من بوابها واتقوا هلعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعفدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنات أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فجنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن احسرتم فما تيصر من الهدي ولا تحنقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريض نوبه أبا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو سبء فإذا ألنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة نبار جعتم كل عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن طرب فيهن الحج لا رفت ولا فوخ ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولنى الباب ليس عليكم جناحنا تبدأوا فضلا من ربكم فإذا أكدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين ثم أطيدوا من حيث أطاب الناس واستغفروا الله إن الله غفور الرحمن فإذا قبيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شذ ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لك في الآخرة من خلاق ومن هم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة وحنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما فسبوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تعقر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجب فقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعاف الأرض يفسد فيها ويهلك الحرك والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولذيس اللهاب ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوص بالعباد يا أيها الذين آمنوا بغلو في السلم كافة ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وكذي الأمر وإلى الله ترجع الأمر سالبني إسرائيل كما تيناهم من بين سالبني إسرائيل كما تيناهم من آية بينة ومن يمد نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين فقروا الحياة الدنيا ويسحرون من الذين آمنوا والذين اتعوا فوقهم يوم القيامة والله يرجع من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى قراط مستقيم أم حسبت أن بدخلوا الجنة ولما يافكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فإن والدين ولقردين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا به خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو قره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرار قتال فيه قل قتال فيه كبير وقد عن سبي الله وقفر به والمسجد الحرار وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا عزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يغتد منكم عن دينه فيمتوا وكافر فأولئك حضرت عمال في الدنيا ولا قره وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفطون قل العفو كذلك يبين الله لكم لا يات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام يقول إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصنح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفح المشركات حتى يوب ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنفح المشركين حتى يؤمنون ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويتألونك عن المحيد قل هو أداء فاعتزلوا النساء في المحيد ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهر نفاشوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرف لكم فاتوا حرفكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله هردة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخدكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يونون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرود ولا يقل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن راضوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تاخدوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتموا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ضم أن يقيما حدود الله وتلف حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقته النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ذرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقضل بنفسه ولا تتخذوا آيات الله هزهات واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعدكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكالكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يردان أولادهن حولين كاملين لمن راب أن يتم الرباعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مسعها لا تضار والدة بولدها ولا بولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن راض اتصالا عن فراض منهما وتشاور فلا جناح أليهما وإن ردتم أن فاستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتركصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عردتم به من خطبة النساء واتننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وألموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء باهم تمسوهن أو تفردو لهن فريدا ومدعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد خردتم لهن طريبة لهن طريبة فنصف ما قردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسو الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله قالتين فإن خفتم كرجالا وركبانا فإذا ألنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم أزواجا وصية لأزواجهم متاع للحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أمو تسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله هلبوا فضل على الناس ولكن أتر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرد الله قرضا حسنا فيباعفه له أبعاثا كثيرة والله يقبد ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا لنبي إلا هم بعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عطيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا من والله عليم بالظالمين وقال لهم نبي إلا الله قد بعت لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يهد سعة من المال قال إن الله استقاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له النبي أمو إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترف آل موسى وآن هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترك غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما ضرزوا لجالود وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وتبت أقدامنا وتبت أقدامنا وانظرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وألمه مما يشاء ولولا بكاء الله الناس بعضهم ببعض لكسدت الأرض ولكن الله دو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل قدلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورتع بعضهم درجات وآتينا إيثة مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتسل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم منامن ومنهم من كقر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وتع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقال انكسام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغون يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خاددون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا تاه الله الملك أنا تاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فاتبها من المغرب فبهت الذي كطر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا نبي هذه الله بعد موتها فأناته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طحانك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى إيارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بنا ولكن ليطمئن قلبي قال تخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزآ ثم اجلهن ياتينك سعيا وعلم الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة ننبت سبع سناد في كل سنبلة مئة حبة والله يطائف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفعون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا بنا ولا أدا لهم أجرهم إن بربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة ينبعها أدا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولدا كالذي ينفق ما له رئاء المات ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر كمثل الذي ينفق أمواله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولدا كالذي ينفق ما له رئاء الناس رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل سفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صودا لا يخبرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكاترين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مربا بالله وتثبيتا من آنفذهم كمدر جنة بربوة نصابها واب فآتت لها بعفين فإن لم يصدها واب فطل والله بما تعملون بصير أي ود أحد أن تكون لأ جنة من نحين وأعناد تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها لنهار له فيها من كل التمرات وأصابه الكبر وله ذر يدعباء فأصابها إحصار فيه نار فاحتلقت كذلك يبين الله لكم لا يات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من قيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمذوا فيه واعلموا أن الله مني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا وما يتكر إلا أولى الباب وما أنفقتم من نفقة لو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعماه إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو حير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين احسروا في سبيل الله لا يستطيعون برب في الأرض يحسبهم الجاهد واغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا ما يقومون إلا كما يقوم الذي يتخططه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما الليع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهب له ما سلت وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرمي الصدقات والله لا يحب كل كفار نسيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة له أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُتَّ أَلَّهَا وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَاءِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَلُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ وَقَنَضِرَةٌ لِلَا مَيْسُرَةٌ وَأَنْ تَصْتَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّتْ وَسَّى كُلُّ نَفْسِ إِمَّا كَتَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْمَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُمْ بِذَيْنِ لِلَّا أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَأْتُبْ بينَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَادَ كَاتِبٌ يَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّعِ اللَّهَ رَقَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا نَوْضَعِ فَلَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن تربون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما كتذكر إحداهما الأخرى ولا ياذى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقصط عند الله وأقوى للشهادة وأدناء لا ترتابوا وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم شناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على ستر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوبة فإن من بعضكم بعضا فليوذي الذي يؤت من مانته فإن من بعضكم بعضا فليوذي الذي يؤت من مانته وليتق الله ربا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آدم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أغفتكم أو تخفوه يحاتبكم به الله فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا مند الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرى لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اتكسبت ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا يسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا لا تنصرنا على القوم الكافرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر